خروج قطار عن مسارح في المغرب قرب بلدة بوقندال على بعد 20 كم تقريبا شمال الرباط أدى إلى قتل 6 أشخاص وجرح 86 أخرين بينهم 7 في حالة خطيرة بحسب ما أعلن مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب المزيد بهذا التقدير 6 قتل و86 جريحا حصيلة أولية أعلنها مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية لحادثة خروج قطار عن سكته بالمغرب الحادث الذي وقع حوالي الساعة العاشرة صباحا قرب بلدة بوقندال على بعد 20 كم تقريبا شمال الرباط أدى لخروج القطار القادم من مدينة الدار البيضاء والمتجه نحو القنيطرة عن مساره حيث انقلبت العربة الأمامية للقطار وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة طريقة إدارة وتدبير قطارات المغرب التي تزهق أرواح العديد من المواطنين سنويا حيث طرحت لجان نقابية مغربية العديد من التساؤلات حول إمكانية توقف هذا النوع من الحوادث التي يسببها الإهمال من قبل المسؤولين عن إدارة السكك الحديدية سبب آخر لحوادث القطارات الكارفية بحسب جمعيات عمالية مغربية وهي تهلك وتلاشي التجهيزات والمنشآت السككية والقطارات والعربات وضعف الصيانة وغياب قطع الغيار كما أرجعت لجان برلمانية مغربية لشؤون النقل والمواصلات هذه الحوادث إلى الاستمرار في اللجوء إلى الوسائل التقليدية والبدائية في إصلاح أعطاب القطارات والعربات إضافة إلى ضعف طاقة النقل السككي بالمغرب وهي عوامل أدت إلى تزايد حوادث القطارات نتيجة تهالك المعدات وكثرة الأعطاب وإنعدام وسائل وأجهزة السلامة